المهرة التي توصف بالمحافظة الأكثر عزلة في اليمن باتت اليوم جزءا من المشهد الملتبس الذي يطوق الجغرافية اليمنية كشفت المواقف الأخيرة للمحافظ عن حجم الصراع الذي يدور في هذه المحافظة راجح باكريت تتهمه نيابة الأموال العامة بالإضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين ورفض توريد إرادات المحافظة إلى البنك المركزي بعدا ناهيك عن تهم أخرى من هيئة مكافحة الفساد ومطالبات بتجميد صلاحيات المحافظ على خلفية فساد وإضرار بمصلحة الدولة باكريت رجل السعودية الأول الذي يخوذ مواجهات منذ أشهر مع محتجين معارضين لتواجد القوات السعودية في المهرة تسيطر السعودية على مطار المحافظة والمنافذ الحدودية والميناء البحري الرئيسي وقد بنت أكثر من عشر قواعد عسكرية حول المحافظة يتمركز فيها ألاف الجنود وقوات يمنية موالية للتحالف جرى حشدها من محافظات جنوبية أخرى بحسب تقرير صادر عن مركز صنعاء الدراسات خلال الأشهر الماضية شهدت المهرة تظاهرات احتجاجية واسعة رفضا للتواجد السعودي في المحافظة ولمطالبة القوات السعودية بالمغادرة ورفع معسكراتها المستحدثة مؤكدين أن ما يحدث هو محاولات لضرب السلام المجتمعي للمحافظة وقف أبناء المهرة أمام الانتهاكات والتجاوزات والاستحداثات العسكرية التي وصفت خلال احتجاجاتهم بالاحتلال غير أن الخبر الأكثر إثارة في كل ذلك هو تصريح مصدر حكومي عبر وكالة سبأ يتهم الاحتجاجات السلمية الرافضة للتواجد السعودي منها دعوات للعنف ومحاولات جر المهرة للفوضى بات من الواضح أن الجميع يحشد أنصاره وحلفاء داخل السلطة وأروقة الشرعية وخارجها وما المهرة إلا حلقة في سلسلة صراع الاستحواذ الذي يوشك على التهام الدولة وضياع الشرعية من يد أهلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر